هل الحامل مبدئياً بتحتاج إلى رعاية خاصة؟ الحقيقة أيوة الزوجة الحامل اللي بتعرف أنها حامل في توقم بتحتاج لرعاية خاصة وتحديداً بيكون في الاهتمام بالتغذية السليمة لأن التوائم هنا التغذية السليمة ما قلتش الكتيرة يعني مش عشان حامل حضرتك مثلاً في توقم فتكلي ضعف الأكل لا، أنت تكلي بطريقة سليمة يعني تكلي كل العناصر الغذائية الضرورية تمام؟ مش تكلي كميات كبيرة وده علشان نضمن النمو الطبيعي للجنين سواء الجنين الأول أو الجنين الثاني وأنا هنا بتكلم عن الاثنين يعني اللي هو التوقم لأن ده الدارج أو ده العام وهتعرفوا بعد كده أنا ليه قصدي أو ليه خصصت الكلام عن اثنين كمان لازم يكون فيه اهتمام شديد جداً بمتابعة نسبة الهيموجلوبين أو يعني الرقم بتاع الهيموجلوبين في تحليل الدم عند الزوجة الحامل وده لأنه الجنين بياخد كل احتياجاته من الحديد والكلام ده كله من خلال الأم من خلال يعني الحبل السري تمام؟ فبيبقى فيه خوف دايماً من تعرض الأم لا قدر الله لا قدر الله لأنيميا نقص الحديد مهم قوي كمان لازم يكون فيه اهتمام دائم وأكثر شوية من الطبيعي وده طبعاً بحسب رأي الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوا الحمل في مسألة الفحص بالموجات فوق الصوتية الموجات فوق الصوتية بس أنا بقول اسمها الصحيح يعني إنما اللي هو الناس اللي هما بيقولوا السونار أو الأشعة تلفزيونية هي ما فيهاش أشعة ولا حاجة هي جهاز موجات فوق صوتية وأنا هنا بقول إنه معدل إجراء هذه الفحصات بتكون أكتر شوية في حالة التوائم وده علشان نتطمن على نمو الأجنة وحجمهم ووضعوهم داخل الرحم علشان نتطمن إن الاثنين يبقوا تمام ويبقوا كويسين إن شاء الله كمان لازم طبعاً الاثنين أو أكتر يعني كمان لازم الاهتمام بالفيتامينات والمعادن زي ما بقول في التغذية السليمة وتحديداً الفوليك أسد والحديد الفوليك أسد والحديد من أهم الحاجات اللي بتحتاجها الأم الحامل بشكل عام وبتحتاجها الحامل فيه توقم بشكل خاص يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال الأول هل فيه رعاية خاصة أو اهتمام أكتر شوية؟ أه الحقيقة فيه اهتمام أكتر طيب ترجمة نانسي قنقر